بعد أعوام من الجدل قررت بلدية إربد الكبرى إزالة سوق الخضار والفواكه المعروف بحسبة الجورة تمهيداً لإنشاء آخر بديلاً عنه حيث أنذرت البلدية تسعة وثمانين تاجراً تمهيداً لإخلاء محالهم وإزالتها أنشئ سوق الخضار أو ما يسمى بالحسبة في مدينة إربد في ستينيات القرن الماضي وحاله اليوم لا يسر عدواً أو صديق إذ بات يشكل خطورة على أصحاب المحال ومرتاديه هذا الأمر دفع البلدية لإعلان بناء سوق جديد وإصدارها إنذارات للتجار لإخلاءه تمهيداً لهدمه بالنسبة لمبنى حسبة الجورة أو حسبة المفرأ هو مبنى تابع لأملاك البلدية مبنى مقام من الستينات طبعاً مبنى آية للسقوط وفي تقارير فنية بهذا الموضوع بالتالي نحن عوضنا إن شاء الله سيكون طعويد التجار بمحلات موافقة أقرب ما يكون إلى محلاتهم حالياً وبالتكلفة مليون وثمانمائة ألف دينار سيتم إنشاء مبنى مكون من أربع طبقات منه طابقان خصصان لمواقف السيارات وطابقان لسوق الحسبة تسع وثمانون تاجراً رفضوا دعوات البلدية لهم إخلاء محالهم خلال أربعة عشر يوماً لأن الموقع البديل لا يصلح لقامة السوق حسب قولهم أنا بدأهم بالحسبة من الخمسة وثمانين وأنا تاجر من قديم بالحسبة وهذا اللي عملنا يا البديل عبارة عن متر وسبعين بمتر لا يوفي بالغرب ولا بيعمل أي شيء وفي عندك بعدين شغيلي متضررين يعني كل محل فيه أربع خمس شغيلي طب أظل لما أنت بدأ تزدتهم بالشارع وين بدوا روحهم يخلينا رئيس البلدية من المحلاتنا بدأ يعطينا محلات بسطات بدل محل أنا من صاحب محل بصير صاحب بسطة بتطالبني بإني أنا أسئة أسويني صاحب بسطة متشرد معنا صح بأي لحظة يكحشني ويقول لي ما لك ما لك عندنا أشي هون قوة فاجانة فيه وجهنا إنذارات تهديد بسدوب عن جهي وكأن في دولة موليسية بنعيش بالبند السابع إحنا في بلد القانون والمؤسسات في محكمة صاحبة اختصاص هي اللي بتخلي هي اللي بتثبتك أما هذا الاسدوب مرفوض جداً ولا نقبل فيه نهائياً خلاف يرى فيه مخبصون أن للبلدية الحق بإزالة المبنى القديم كون عقارات البلديات مستثنات من قانون المالكين والمستأجرين حينما نطبق أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني وفي المادة الثالثة منه تحديداً التي تنص على الآتي يطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنها استثنت بعض العقارات إذن ما هي العقارات المستثناء من تطبيق أحكام هذا القانون؟ كانت هناك أربع استثناءات منها الاستثناء الثالث العقارات العائدة ملكيتها للبلدية بين جوسين الحكومة البلدية المجالس القدمات المشتركة إنشاء سوق جديد مشكلة لا زالت تراوح مكانها منذ 15 عاماً على أمل إنهاء القضية وتصويب حال السوق